وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 813 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغة قرابة 184 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالية حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تمضبط أكثر من 44 طن وفي مجال البيع بأسعار الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد أرز الشعير تمضبط قرابة 92 طن وفي مجال البيع بأسعار الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تمضبط قرابة 13 طن وفي مجالية الحاجب والبيع بأسعار الرسمي لمواد البناء تمضبط 35 طن أسمنت وفي مجال قضايا المخابس تمضبط 499 قضية من بينها 158 قضية خبز ناقص الوزن و124 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التاموينية المتعلقة بغش الأعلاف تمضبط 12 قضية بمضبطات بلغة 469 طن